عاجل تفاصيل فرض شروط جديدة على الفنادق السياحية سمعنا من الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في وزارة السياحة والآثار موضوع جديد عن شروط جديدة هتتطبق على الفنادق بتاعتنا من النهاردة كل الفنادق ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في البحر الأحمر لازم تحصل على شهادة الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة طيب هل ده بس؟ لا طبعا فهمنا من الأستاذ محمد أن التحول الأخضر ده فويده كتيرة هيوفر طاقة ومياه كتير فالفنادق هتستفيد من الطاقة الشمسية وتقلل من استهلاك الكهرباء والمياه وبالتالي هتوفر فلوس كتيرة وهيعطي فنادقنا ميزة كبيرة عند السياح لأنهم دلوقتي بيحبوا الفنادق اللي بتحافظ على البيئة وهيساعد في تحسين صورة مصر السياحية ويخليها وجهة مميزة ونظيفة وهيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين تلاتين للحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد فالتحول الأخضر ده خير للكل وللبيئة والسياحة وللمصريين في الأساس فأنا شايف أن فنادق البحر الأحمر ده خطوة مهمة جدا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله